أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقلال الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنبل قوما ما أندل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من التبع الذكر وغشي الرحمن بالغريب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسيناه فيه إمام مبين وادرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لا أرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم وجرا وهم مرتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليكم زعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل لخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المطرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أولكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمرت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تذرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإلا رحمة منا ومطار إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لأن لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ومطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخسفون فلا يستطيعون تغصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضبون فاليوم لا تغنم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن صحاب الجنة اليوم